لم يخطر ببال شوه مورود كافراكوف أنه سيسلم أخاه الأصغر بوتيرخون للسلطات الأمنية في يوم من الأيام لكن الخطوة الاستثنائية التي اتخذها شوه مورود كان لها رغم قسوتها ما يبررها فبعد عدة بوتيرخون في بداية العام الجاري من روسيا إلى تاجيكستان حاول إقناع أخيه الأكبر بالقتال في صفوف داعش بسوريا تحدثت مع رئيس لجنة الحي فاتصلوا بالمسؤولين الأمنيين أخبرت السلطات الأمنية بكل ما سمعته من أخي قمت بذلك لمنعه من الذهاب إلى سوريا لخشيتي من خسارته قمت بذلك لأنني أكترث لأمره ذهب المئات من الناس إلى سوريا وهم يقتلون هناك لا لشيء لم أرد لأخي أن يكون واحدا منهم لا بأس في سجنه عشرة أعوام في يوما ما سيكون حرا انتهى الأمر بالحكم على بوتيرخون بالسجن لتنظيمه جماعة إرهابية وهي التهمة التي أقرب ارتكابها ورغم ذلك أحدثت القضية شرخا في صفوف العائلة أعتقد أني ابني الأصغر ليس من النوع الذي يسيره في الطريق الخطأ يدعي أخوه الأكبر أنه قام بكذا وكذا ولا علم لي بهذه الأمور اختلاف الأراء لم يكتصر على العائلة فالانقسام طال أبناء المنطقة أيضا لكن شوه مرود أصر على رأيه والداي وأقاربي يكرهونني لكنهم سيفهمونني يوما ما سيحين الوقت الذي يفهمون فيه ما قمت به شوه مرود دفع ثمن قراره غاليا إذ قطعه والداه بداعي الخيانة لكنه يرى أن الزمن كفير بأن يريهم صواب رأيه ذات يوم نهاية هذه القصة رغم الحزن الذي يعتريها ليست مفجعة كألاف القصص الأخرى حول العالم شوه مرود نجح في منعي أخيه من أن يكون ضحية أخرى لتنظيم داعش وخلافته المزعومة فعناصره يصورون الانضمام لصفوفه جنة على الأرض لكن روايات من نجح من المنشقين في الهرب من جحيمه تعطي انطباعا مغيرا تماما إذ أنهم يصورون داعش كعصابة من المنحرفين أغرتهم السلطة والمال وليس إقامة العدل كما يزعمون